صباح الخير مشاهدينا من جديد وأكيد مستمرين بفقراتنا من برنامج الصباح الرياضية هلأ ضيوفي رح يكونوا موهبتين يعني ما شاء الله عليهم بالتنس الأرضي أكيد بدي أرحب بموسى ومحمد القطب ونحكي شوي عن كيف بلشوا عن البطولات يلي شاركوا فيها محليا وأيضا دوليا خلينا نرحب فيكم صباح الخير صباح النور بداية خليني أبلش معاك محمد نبلش مع الأصغر بالأول دائما الأصغر مدلة للبيت وانتي علي طيب محمد انت هلأ عم تلعب مع الجامعة يعني انت بدرس بأميركا وبتلعب كمان معاهم تنس أرضي احكيلي شوي كيف هذا الموضوع أثر عليك وغير فيك يعني خصوصا انه انت قاعد عم بتشوف ثقافات تانية عم تتعايش محهم بشكل أكبر شو كمان اكتسبت منهم ولا هم اكتسبوا مننا يعني هيك و هيك يعني هناك بأميركا فرصة منيها يجتني بعد النتائج اللي عملتها بالجونيورز مثلا وتحت 14 كنت تاني على اسيا وتحت 18 كنت افضل متين على العالم جتني منحة بأميركا واكون يعني ستودنت أثلت بدرس وبلعب للجامعة دوري جامعات بنفس الوقت حيب ومنها هناك يعني منتدرب معاهم فيزيكلي وتنس بنلعب بريات كثير من لف بنلعب ضجامعات تانية ومنه هناك يعني بساعدني على احتكاك يعني بنحتك كل اسبوع ضد جامعات تانية وهذا اشي بساعدنا كويس وبرضه هناك يعني بيهتموا انك بتلعب لهم فالتدريبات تكون كويسة وبنفس الوقت كمان يعني بعد الأربع سنين إن شاء الله بكون طالع معاي الشهادة اللي بيدرس فيها أنا بزنس بس شفت صورك عندهم على الانستغرام من مالية آآ والله حبيناك منيح أخذ أول فصل أخذت فريشمن وفذيير يعني بالمنطقة اللي فيها أخذت يعني أحسن لاعب يعني سنفور زي ما بيحكوها أوكي اللاعب السنفور أحسن واحد أوكي طيب نكمل معك موسى يعني موسى أنت شاركت بالعديد من البطولات سواء محليا أو دوليا احكيلي شوي كيف كانت بداياتك آآ يعني بدايات بالنسبة لبدايات المحلية آآ كانت بطولات بين الأصدقاء آآ البطولات الدولية كانت أصعب شوي لأنه ما كان من لعبين المنتخب كثير في لعيبة وكنت أطلع لحالي أغلب الأوقات آآ يعني أنا أدور أعرف وين البطولات يعني إجتهات شخصية نحكي تقريبا أو في البداية كانت صعبة شوي بعدين مشارل الشباب صار يتطور ويتحسن وقدرنا نكتشف أكثر في البطولات أوكي من مشجعت أوكي أنت مشجع أخوك على التنس الأرضي أنت مين شجعك؟ ليش التنس الأرضي؟ والدي كان متضمن كفتيري وأنا عمري خمسة سنين أوكي فكنت أروح معه وأنا صغير في التنس في الاتحاد كنت أروح معه أنا وصغير أقعد أتفرج أحضر لعيب كمنتخب القدامى الكابتن خالد نفاع ولعيبة لعي سوي فواز الحراني كنت أحضرهم وبعد المدرسة أروح عطول يعني يروح أبوي من الشغل يطلع على الكفتيريا أقعد أحضر أظل العشرة بالليل مستمتع أخذ المدرب بس خلص وأنزل أخبط على الحيط كل يوم كل يوم كل يوم يوم الأيام إجا مدرب كانوا في ثلاث لعيبة بحكي لي بتقدر تيجي تكملنا رابع قلت له يلا غير شي بأدخل فأجبوا اللعب وصار دخلني كل أسبوع وصورت أدخل معها أكثر من يوم أسبوع بعد أسبوع حيلو كتير بعدين أبو حميد والله هاش كمل المسيرة طيب احكولي شوي نكمل من عندك محمد عن البطولة يلي كانت بتونس لطبعا التنس الأرضي احكي لي عن مشاركتكم ايش أحرستوا فيها يعني أنا أعرف أنكم ما شاء الله شرفتونا وشرفتو وزه الأردن الحمد لله آه هي كانت أسبوعين بطولتين دوليتين عليها خمستاش نقطة جوائز مالية تقريبا خمستاشر ألف لعبنا زوجي وفردي الزوجي الحمد لله الأسبوع الأول فزنا البطولة يعني والأسبوع الثاني جبنا مركز ثاني فضية ويعني هيك قربنا لتصنيف مثلا تمنمية آخر تمنمية تسامية حلو والبطولات هاي كل ما نعمل فيها أحسن تحسن تصنيفنا وصير نشارك مثلا بطولات كبرى ويمكن القول تاعنا نشارك مثلا بألفين وثمانية وعشرين بالأولمبيات إن شاء الله أنا ويا مع بعض إن شاء الله وبس كانت بطولات ناجحة كثير يعني وعملنا نتائج بتشرف البلد الحمد لله الحمد لله يعني آه الحمد لله يعني ممكن خامس مرة بلعب أنا ويا في البطولات الدولية وأغلبهم فاينال سيمي يعني لعبنا ثلاثة فاينال تنتين منهم فاينال ست يعني الكيميستري موجوث فاينال ست على أكمل نخوان أكد بيكون الكيميستري موجوث وفي واحدة فزناها فأولها غلبني شوي بعدها مش لعي أولها بيحكي كتير في الملعب خلاص محمد هدي هدي كون جاي متحمس كون بطاقة لا سوي هيك أنا ممنوع أضيع بعدين إذا بضيع أما هو عادي يضيع يعني يعني مدربوا في أمريكا أعطي كل التعليمات أما أنت لا لا وبعدين إحنا أخوان فأنت يعني تشوف أخوك تصحى من النوم معاك في الغرفة بالسيارة خلاص متعود ما فيه إشي رسمي بلا يعني بش بعد مباراة بجلي مع الأمني يعني كنا منها كنا منها شعر المرة الجاي طيب نحكي عن إنكم أول أردنيين ممكن تشاركوا بالأولمبياد القادم نحكي شوي عن هذا الموضوع صراحة محمس يعني محمس كثير الشغلة هاي ومش صعبة خاصة في الدبلز يعني إحنا في خمس بطولات يعني ممكن عجب تتحقق ممكن إن شاء الله قبل من 2028 نقدر نوصل يعني تصنيف 200 حلو لأنه بخمس بطولات قدرنا ننزل لتحت 900 أوك نعمية عالم فإن شاء الله إن شاء الله تكون فرصة منيحة ونقدر نلعب يعني بخمس بطولات ننزلنا من 1800 لتسعمية يعني قفزة 900 طبعا يعني فرع وبعدين هلأ بتشاركة بطولات مثلا فيهم 50 نقطة وبطولات إليهم 1000 نقطة 250 نقطة فبتعمل قفزة كبيرة في الرنك بتصير أسهل أوك مع مين لعبته أخ مع مين لعبته بتونس يعني مين واجهته كان أصعب واحدة ضد لعب ياباني وهندي هاي كانت أوك بالربع نهائي ونص نهائي اللعب الياباني كان فايز بطولات شلنجر مش سهل يعني حتى إجينا بعد يعني إحنا فزنا عليه بالبطولة أولى وبطولة تانية وهو يعني اليابانيين صراحة من أحسن فبعد المباراة بنحكي له يعني هيك إحنا كثير صاحبة وبحكي إنه يعني أنتو بتلعب كثير يعني 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 بتغطوا النت كويس يعني يعني خلص بحكي إنه مش قادر يفوز علينا يعني ما شاء الله بس إشي كثير هلو يعني أكيد بطلع منا مع الإصرار والعزيمة والتدريب يعني يعني إنه كمان هو كمان فايز بطولات كويسة فمنسأله بنقدر نلعب مثلا بمستوى تحت 200 وزي إيه قال يعني يعني بتتبادل الخبرات كمان وشايف لعيبة كويسين وقال بحكي أنتو مع بعض ما شاء الله محمد لله فريق الثناء القوي آه إن شاء الله طيب خلينا نحكي شوي عن البطولة يلي رح تكون اليوم هي بطولة محلية ع الساعة أربعة احكيلي شوي عنها احكيلي عن المشاركيين وإذا رح تلعبوا سوى ولا لا مع بعض ولا بعض مشو الموضوع نهاية رح يكون ساعة أربعة يعني أوكي الجمهور إذا حاب يجي يحضر اليوم مدينة رياضية ساعة أربعة أوكي أي حد بقدر يحضر آه ما جهبين أخوين أوفاز نبارح نص نهاية وأنا فست نص نهاية أوكي وهلا رح نتواجه يعني تقريبا يعني بطولات محلية الكبيرة تكون مرة بالسنة وأنا طالع أمريكا فراح نستمتع ونحط كل اللي عنا هاي أبل ما تسافر يعني دول ملعب غير يعني أكيد مشكلة الاتحاد أعطانا فرصة بطولة عليها جواز مريزة زي هيك براسة الكبتن خالد نفاع يعني عمل ثورة بالاتحاد تغير الملاعب وغير الفاسيليتيز كلها وبس والله مية بالمية طيب خلينا شوي نحكي عن دور أهلكم يعني أنتوا كنتوا عم تدرسوا بالجامعة وبنفس الوقت قاعدين عم تلعب وتنس أرضي فنحكي شوي هلأ في أغلب الأحالي بيحكوا لك لا خليك بدراستك وركز بدراستك وبعدين بتلعب اللي بالدكية والله هاي يعني فيه مثال أكبر من المثال اللي أنا راح أحكيه يعني فيه لعب زيد المشني ما شاء الله عليه كان توجيه الولد كان يطلع يلعب بطولات وتوجيه وعلمي وما شاء الله جاب 95 يعني قضاها سفر بالتوجيه سفر يعني بطولات بس لما كان يدرس كان يدرس صح بس كان ينظم وقته يعني أنا بحكي لكل الأهالي وكل اللعيب اللي بالمنتخب هلأ ما مو شرط أنك توقف عشان عندك توجيه بس هاي العقلية أنه والله عندي توجيه أنا لازم أوقف كل شيء وأحبس حالي في البيت أنا كمان كنت وجيه بتقدر تكمل لنفس رياضتك وتنظم وقتك وتدرس وجيب أعلى نتيجة ما إلها دخل أبدا أنك يعني رح تلعب وتسافر وبطولات يعني رح تأثر عليك يعني الأهل إلهم دور كبير صراحة وبدل ما تلحيح لك مثلا بالتلفون أو بأشياء ما ممكن تنفعتك لا وبعدين بالأخص كمان إنت لما تخلص تدريبك مثلا الصبح يعني متحمس تروح تدرس خلص أنا تدربت خلصت كل طاقتي أما لما تضلك بالبيت الواحد رح يزهق آه خلص بدأ يلتهب أي شيء أنا حتى لما عملت لما لقيت المنحة هاي الحمد لله الحمد لله كانت بعد التوجيهي أنا بعد التوجيهي لعبت بطولات فوست العيبة 500 على عالم وزي هيك كانوا مثلا هدولا من أفضل العيبة في الجامعات فهو بعد التوجيهي زي بسموه البرائم يعني أحسن مستويات وزيد نفس الإشي فالواحد بطلعوا بعد التوجيه هيك مركز وفرش طبعا مئة بالمئة مئة بالمئة وأكيد حكينا يعني تقضوا وقتكم بإشي بهواية تمارسوها بإشي يفيدكم أحسن من مثلا إنكم ضلكم قاعدين على التلفون أو مع بتعملوا أي شيء صح مئة بالمئة شكلك بتحبت العبلاي ستاشن والله أكيد يعني فيفا وكال الفيديوتي زمان بعيب طيب خلينا نحكي عن إيش بينقص محمد وموسى عشان يكونوا في أفضل المستويات يعني بدنا يعني الحمد لله بالنسبة للمدربين الحاليين صراحة معالجين مدربين ما بيقصروا الكابتن مدربي اللياقة أحمد سمير صراحة ما قصر معاي غني عن التعريف صراحة يعني حتى إحنا كل حدا كل حدا في تونس بيحكوا يعني موسى ما شاء الله شو هلأ يلقى يعني ما شاء الله ما أقصر معاي كابتن سمير ينقصت شوي من الاحتكاكات الخارجية يعني أنا اليوم الحمد لله وصلت نهاية مملكة من ليش أحكي من دون أي عناء كبير بس يعني لما احتكاك يكون مثلا من الربع النهائي أو من الدور الثاني في المملكة بتعرف إنه كثير فيه لعيبة صح فالمتوصل النهائي من دون أي مجهود كبير فيعني ينقصنا لعيبة الشباب الصغار أمير جابر مالك القرني جميعهم ما شاء الله عليهم بتحسن وإلهم إن شاء الله مستقبل بها بس البطولات الخارجية بدك تلعب مع واحد خمسمية عالم ستمية عالم ستمية عمية عالم هاي تحتاج معسكرات وبطولات على مدار السنة هتتدرب معناس اللعب التنس اللعب التنس خاصة بريح بس آخر شهر في السنة غير هيك بطولات على مدار السنة أكيد هاي بتكلف كثير يعني كلاعب تنس ومشاء الله الاتحاد ما قصر كابتن خالد نفاع وجميعهم صراحة خاصة أن يكون لاعب بحب يعطي كرئيس اتحاد لاعب بصير حب يعطي بيعرف اللاعب شو عنده صح بس هي ممكن الميزانية الميزانية مش مكفيته اللعب يقدر يعني يسفرنا بطولات أكثر من هيك وإن شاء الله هو كابتن وعدنا في يعني بطولات أكثر إن شاء الله إن شاء الله بعت المايكل الحمد أوكي بدأ أشكر تواجدكم معنا اليوم يعني بدنا نحكي لكم وفائيا بالخطوات القادمة وإن شاء الله منشوفكم بالأولمبياد القادم ومنرفع رأسنا فيكم دائما إن شاء الله نحن لكم اليوم على الأربع ماشي إن شاء الله إن شاء الله